يا أهلا بكم ومرحبا بكم في ساقية عبد المنع مصاوي هذه المنارة التي تهضو الضياء وكل مريء يولي الجميلة محبب وكل مكان ينبت العزة طيب ومرحبا بكم في سلسلة فرعونيات فرعونيات وهي سلسلة يعيد بها أحمد صديق قراءة التاريخ بعيون مصرية وهل أعني بالعيون المصرية عيون الحاضر؟ كلا بل عيون الماضي التي رسمت ما رصدت وعنت ما قصدت فجنت ما حصدت ولم توصد أمامها الأبواب وقبل أن أبدأ أحب أن أذكركم بأن لقاءنا القادم إن شاء الله في سلسلة أخرى سيكون بعنوان سيكون بعنوان لماذا السماء زرقاء؟ وهي في سلسلة الطبيعة في سلسلة شرح حقائق الأشياء من ألفها بائها إلى الياء هي سلسلة في العلم وما العلم إلا سلاسل سلاسل تنساب في سلاسة سلاسة تنادي سلسبيلة يوم خمسة وعشرين أكتوبر ساعة خمسة يوم الحد في هذا المكان المكان نفس المكان خمسة وعشرين أكتوبر ليه السماء زرقاء؟ أمرك فكرت فيها وحديثنا اليوم عن الفيل في مصر القديمة وغير القديمة يا نفس خوضي بحار العلم أو غوصي فالناس ما بين منقوص ومخصوصي لا شيء في هذه الدنيا نحيط به إلا إحاطة منقوص بمنقوصي غص أبحر العلم واستخرج لآلئها ولا يصدنك عنها هول لجتها سبحان من أنبت في مصر القرطاص والقلم فعلم به الإنسان ما لم يعلم و рольو فالنهام كل هذه الحيوانات عرفها المصري القديم وقديما تحدثنا عن الحيوان في مصر القديمة حب حب بالراحة سلو داون بليز في هذه في حلقة اعتقد الساقية حطتها على اليوتيوب ذلك ملكائن العجيب الفضائي المسمى باليوتيوب فمن راحت منه هذه المحاضرة فليتفقدها فيجدوها ان شاء الله على قناة اليوتيوب ونستمر مع عالم الحيوان في مصر القديمة سلوك الحيوان سحر الإنسان عبر الأزمان وقديما عرفت مصر الفيل وقد قيل ان له ذاكرة ماكرة فياترى ماذا حفظت ذاكرة مصر والأقدمين من آيات وحكايات عن ذلكم الحيوان العجيب دا كلام انشى دا ولا ايه انما اي حيوانات كبيرة مثل الفيل وما زلنا ننتظر ظهور الفيل ولم يظهر بعد دي ساستنس كده ان احن الان في انتظار ظهور الفيل في كل هذه الغابة غابة من الحيوانات بس الحيوانات المش مع بعضها الحقيقة والحكم هناك بس مسرع علينا قوي ابطئ ايوه البومة جميل الزرافة على فكرة الزرافة هتظهر جنب الفيل هنشوف ازاي بعد قليل ايوه من هذه اللحظة هنتحرك بقى ايه يعني اشارة اشارة وان اللبيبة من الاشارة يفهموا مدو نتشر ما هي المدو نتشر مدو نتشر مدو نتشر تجايت لغباطنا احن من النهاردة مدو نتشر هي تلكم الكلمات التي اللفها المصري تاليفة فصارت هيروغليفة مدو نتشر هي الحروف الهيروغليفية وهل كانت حروفا الصور على الاسلوب اللي المصري القديم كتب به عن مصر كان بيكتب بصور كان بيكتب بحيوانات وافكار وكان اسمها مدو نتشر بس ما كانتش بالانجليزي كانت بالمصري القديم اوصل عندهم كده ارجع الى الوراء القهقرة في الزمان الماضي وهذه البومة ام وهذه اليد دال وكويل تشيك اللي هو ايه بالعربي فرخ السمان انت تكسب شوكولت كده في مكانك فكويل تشيك فرخ السمان وبعدين هذا العمود هذا العمود اللي احنا لو لففنا حوله الكتان سصاره رمزا على كلمة الاله في مصر قديمé فمدو نت enclosed أي الكلمات الالهية وده اللي المصري قال عنه اللغة المصرية القديمة يعني لو انا مصري قديم ايه amiga مصري قديم محديث برضه وممكن اتكلم مدو نت أي الكلمات الالهية او الكلمات لغة مصري الالهية او الكلمات لغة مصر القديمه ولي لا احنا فعلا بنقول كل كلماتنا بل ان كل اللغات بس ذكرت نظرة المصري ممكن هذا الكلام ينسحب على كل لغات الدنيا لان فعلا ربنا علم اللغات دي لكل الناس فانا بالنسبة لي الانجليزي اللي بتكلمه حلو قوي الحمد لله والعربي وكل اللغات دي دي نعمة من ربنا وعلم آدم الأسماء كلها فاللي هيتطور في لغة يلازم يحبها فالنحب هذه اللغة اللي محبهش ليه دي مكتوبة بأجمل الصور مدو نثر وانا تحرك مع مدو نثر برا شوي طيب مدو نثر طيب احنا ما شفناش اللي قبله ايوة تمام دي رحلة لمكان مين اللي يعرف المكان ده فين استنى بقى انت اشفت دي قبل كده ايوة ها؟ ان؟ لا لا طيب دي نتكلم عن القبه تمام هي فعلا في شرع صلاح سالم ولكنه شرع كبير قوي هنشوف اعلقته بالفيل بعد قليل قبه ميدو نثر بس واحدة واحدة ميدو نتشر ها؟ القبه اللي شفناها ممكن نرجع لها تاني هذه القبه تمام دي قبه احمد محمد حسنين باشا البولاقي واذا الرجل اذكره في مقالات كثيرة اقول رجل يعني رجل من رجالات مصر هذا الرجل هو هو ده هو من المستكشفين وهو علامة وبحاثة وتخرج من جامعة اكسفورد حضر كلية باليول باليول كوليج فلا يذكر اسم الصحراء الا ويذكر احمد محمد حسنين باشا البولاقي هو كان طيار كمان تمام وكان بيستكشف وكان بيستكشف في الصحراء قال احمد شوقي اقدم فليس على الاقدام ممتنع واصنع به المجد فهو الصانع البرع للناس في كل يوم من عجائبه ما لم يكن لمرئ في خاطر يقع قل للشباب بمصر عصركم بطل لكل غاية اقدام له ولعه اس الممالك فيه همه وحجه لا الترهات لها اصل ولا الخدع احمد شوقي كان بيعتفل باحمد محمد حسنين باشا البولاقي او حسنين باشا اختصارا لانه كان مستكشف وكان بيروح الصحراء وكان بطل اولمبي وكان طيار وكان 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 المهم هنجيبه هنا ليه لانه كان بيستكشف الصحراء طيب وايه اللي ممكن نلاقيه في الصحراء جايز نلاقي الفيل وجايز ما نلاقوش ولو ما نلاقوش لكل مجتهد النصيب فلازم نذكر احمد حسنين باشا اهو احمد حسنين باشا متجه فين ده جنوب ورايح على الناس معه معه مسلاحين طبعا انت في الصحراء يعني مش تقدر تتحرك كده تضمنش ايه اللي يحسن في منطقة اسمها العوينات ومعنى العوينات يعني ايه العيون الصغيرة خلاص انا ايه ايه من فوق منظرها برده زي العيون الصغيرة بقيت لها مش صغيرة اوي وهنجد كل هذه الحيوانات القديمة الحيوانات دي قبل الكتابة الهيروغليفية او ما نسميه هيروغليفية في الواقع كلمة هيروغليف في كلمة بيتروغليف غليف 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 يعني ايه يعني نقش نقش ان الواحد اما قول الكلمة كده استمتع بيها ويسمعها يقدر يفتكرها كلمة جميلة يحتفل بيها تستقبلها تفضلي كلمة غليف يعني نقش هيروغليف نقش مقدس بيتروغليف ده بقى بيتروغليف بيتروغليف ومينه كلمة بطرس وبيتر وبترة ومدينة البتراء اذا نحن امام بيتروغليف فوقفت اسألها وكيف سؤالنا صم جوامد لا يبين كلامها بيتروغليف نقش في الصخر كتابات على الصخور بيتروغليف روك برضو تحس بيها انها كده صخرية كده صخر روك بيستكشفوا كده ورجعنا مقبل التاريخ الماني ما عرفش انطق مش قدر اقول احتفل بيه اوه ممكن حد يحتفل بيه اكتر مني ايوه شكرا يا دكتور اللي هو مقبل التاريخ مظبوط فرجعنا مقبل التاريخ ولست أدري كيف كان قبل التاريخ ونحن نراه مؤرخة ومكتوب مكتوبا ربما كان الفيل بين هذه الحيوانات التي جمحها التي لمحها احمد حسنين باشا البولاق لماذا؟ ربما على اقل الزرافة ونشوف الزرافة دي كل زرافتها وظرفها وجمالها مع الفيل ان شاء الله ربما كان ملونا ومع الزمن عفى عليه الزمن وايه اكل عليه الزمن وشارب وتمضمض واستنشق وكل اللي حصل فنشوف ها؟ ما هو في الصخر ايوه بالزاب تمام تمام ما كناش حاضرين ولكن هذا هو الظن ممكن ده فيه الكلام ده كله نشروا احمد حسنين باشا البولاقي في ناشنال جيغرافيك فنقدر نلاقي الكلام ده هناك وكان بيحب الصحرا قوي فكان بيقول هتسبنا كده ولا ايه فكان بيقول It is as if a man were deeply in love with a beautiful but cruel woman She treats you badly and the whole world crumples in your hand At night she smiles in you and there is no place worthy to be than the desert فكان بيقول كان هو بيحب الصحرا لدرجة انه بيقول ان الصحرا دي زي السيدة الجميلة بس هي بتعملك بطريقة مش حلوة قوي ولكن لما تبتسم مفيش مكان احلى من الصحرا احلى غير الصحرا نبدأ نتحرك نتجه نحو الفيل اهو حتى ال power point بيقول slow down هو اللي بيقول بيقول لي نحن الاتنين بيقول لي وزميلي وصديقي وسام فنتحرك الى الامام لا نتحرك الى الامام We must move forward بس we slow down a bit so we can absorb عشان نستوى اهو الحيوان دي بقى لقطة لازم نراها بالراحة الفيل 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 انا بتكلم عليه النهاردة لان هو من الحيوانات اللي احنا بجدعانتنا جعلناه وشك على وشكة ان ينقرد على اقل مهدد بالانقراض وده مش بعيد بصوا على الدايرة اللي في النص دي مني ترجمها مني ترجم الدايرة اللي في النص هي منترجمها بس اللي لاحظ بقى خطر انقراض انواع مهددة بالانقراض يعني هو فعلا الفيل من بين هذه الانواع وبيقول انه خطر انقراض متوسط بيب احنا مش عاوزينه بقى يوصل خطر اكتر من كده لا استنى عليها شوية نجيلها عشان اقدر اكمل والحق في عندي حاجات كتير النهاردة ان شاء الله انشوفها المملكة الحيوان الحبليات الفقاريات ثادييات افريقيات من الفيلة ونتحرك مع الفيل هو من يستنتج ايلي في اللوحة دي بتقول ايه عن الفيل انا قلت هتكلم عن الفيل في مصر القديمة اكيد بس هتكلم عن الفيل برافو علي تمام صحيح فهو من اكل من العواشب من الهيربي فور الهيربي فور اهلا تسلم ايديك ايه يبدأ اشكرا تسلم ايديك شكرا 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 أنا كنت موت في العطش زي الفيه اللي بالزبط اللي في الصحراء اللي انقرضت تشوفني بعض رفع تلاف سنة فعلا وبعدين هل في كان سؤال بقى يعني خارج المحاضرة شوية هل كان فيه شوكولت مثلا تلات تلاف قبل الميلاد هل كان فيه شفت بقى حضرت الأستيكة طيب أنا عايزين نمح للحيط ده دي من التاريخ فإن هو فعلا من العواشب فأنا قلت هنتكلم عن الفيل في مصر القديمة بس هتكلم عن الفيل كمان يعني مش بس مصر القديمة ده الفيل ده طيب هو من العواشب هيربي فور هيربي اللي هو هيرب عشب فور هو إذن هو بياقتات أو بياكل دفاور الهشب إليفنت إيه حكاية إليفنت إليفنت منين الكلمة دي كلمة إليفنت ماكي كلنا عارفين بس يعني عايزين نشوف جات منين تعال نشوف جات منين أول جزء إيه الأل دي قال التعريف يعني لا قالي قالي قالك إلي أول مرة قالك تبقى قالك كده مفايدة شوية قالك إلي قالك إلي معناها أورتش واخدين بالنا إيدة نشوفنا الفيل عامل أورتش كده متأوس كده الله مش محتاجين حتى صورة هنا لو إني رامي صور كتير أهو هنا في صورة هنا برضو ناحية اللابتوب طيب حالو ده إلي يبقى القوس ده القوس أورتش متأوس فعلا ونشوف ده لما نروح إليفنتين بعد شوية معنا الطيار النهاردة والطيار مستنين وبعد كده في فانتي ده هي مش فانتم أنتم تحرق إليفنتي ده بالإيطالي أوكي هيوش أو فانتاستيك دي كلمة فانت وأكيد دي كلمة احنا بنحس بيها وبنسمحها كتير تقول لك فانتاستيك فانتازي مش عارب إيه هيوش أو فانتاستيك فانت إذن دي كلمة احنا عارفينها بس لو ربطنا كلمة الفيل فانتاستيك حتى لو حد تتعلم من الأول كلمة فانتاستيك ويخدها من الفيل أهي أليفنت فانتاستيك فانتاستيك أليفنت فالجزء الثاني هنا فان باليوناني معناها حاجة عظيمة جدا أو حاجة فانتاستيك رائعة إذن هو قوس عظيم قوس رائع قوس منتهى الجمال أليفنت فده ملمح ولقطة كده في الاتمالوجي يعني في اشتقاق أصل الكلمة الاشتقاق ولا شقاق في أن هذا الاشتقاق ممكن يبقى عليه شقاق برده فيها يس زيادة سد فيها أشكرا صحيح فعلا إن ده أنا عملته سهرت عليه وعملته يعني ايه في لمح البصر فما كانش فانتاستيك قوي كما يجب طيب فأنا أتحرك هذي لمحة أخرى من غير ما ايه نكون فانتاستيك خارج الفانتاستيك وهي إنه ممكن يكون في اشتقاق آخر لكلمة الفيل والمحضرة كلها عن اشتقاق كلمة الفيل أنا بحب الاشتقاق جدا ده تخصص مهم عندي وهي كلمة الفاكتوري مين بقى يعرف كلمة الفاكتوري ده بقى ماشي فاكتوري يعني مصنع ولكن الفاكتوري يعني اللي بيجي يشرح وبيدرس يشرح تشريح حلوة يشرح تشريح اللي يشرح تشريح ويتكلم عن حواس جسم الإنسان ويتكلم عن الحاسة أو سمع ومش حارف حاسة ايه طب وحاسة الشم والفاكتوري هيا دي إذن الشم فهل كلمة ألفانت مشتقة من الشم والانت دي اللي هي اسم الفاعل فمعناه ذات ويتش سميل اللي هو هيقدر يشم بيقدر قادر على الشم لأنه عنده حاسة شم رهيبة جدا وخصوصا لو بصينا على الزلومة أو الخرطوم أو زا ألفانت ترنك هذا الترنك العام العلم ما بولي أسمي كتير في التشريح وفي الطب وفي كل حاجة هل إحنا بنوصف إنه ذات ويتش سميل ذات ويتش سميل ذات ويتش سميل ممكن بقى والفاكتوري والإن تي دي اسم الفاعل ما نعافين الإن تي دي في اللغة الإنجليزية تدين معنى الفاعل فهدي كمان اشتقاق اكتف بارتسيبل اسم فاعل ودي بقى بالهندي يعني نعم هذا خلافن وأمرن شرحوه يطول وأنا الليلة ده مشغول بأمر الفيل إليفانتس إليفانتس الفيل فيل بص بقى لو أريناه تبكمل فيل استنى إليفان نكمل في حاجة اسمها في اللغة أنا مش أنا يعني أنا جرام أنا جرام أنا جرام طيب أنا جرام إليه أنا جرام ده إنك لتقرأ كلمة بالعكس تقرأ كلمة بالعكس تديك معنى مختلف لو أديتك نفس المعنى اسمها بالندروب مش هنتكلم عليها دلوقتي ممكن نتكلم عليها دلوقتي أو هتدينا شكل تاني طيب نشوف إليها يحصل أنا جرام ده ما جابت لانش دي هندخل في موضوع تاني مش مكتوبة هقولها أنا دلوقتي اقروا كده كلمة فيل الرواب العكس إليف إليفانت 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 وديه ظاهرة الغوية عجيبة جدا بصوا على كلمة درجة 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 اقروا كلمة درج بالمعكوس جريد درجة برضا ها؟ لا جريد جريد بالعكس بس بالترتيب وديه ظاهرة شائعة في اللغة فهل هتان الكلمتان مرتبطة تا 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 تاني؟ ربما الأفيال يحب يعني إنما الأم تكون هي الحاكمة يا الأفيال عندهم الأم الحاكمة دي تلاقي بقى يسموه القطيع وتلاقي يسموها مترارك متر متر يعني الأم أرك حاكم الأم الحاكمة الأم الحاكمة ولن أطيل بقى في حياة الفيل عشان في معرض بعدنا وفي حكايات كتير ومعايا كتاب جميل ولكن هقول بعض الحقائق بالنسبة لي كانت مثيرة 500 باونز دونج ايه الدونج ده هوا؟ ها؟ ها؟ بيزة بتراوث الايه؟ روث اللي حيوان؟ روث أيوا الكتاب؟ ليه كده؟ لا الكتاب ده اللي هيجاوب أكتر الأسئلة أو أصعب الأسئلة طيب الروث دونج تخيل 500 ودي نعمة أنا ليه هقول ده؟ عشان اللي بعدها هشوف اللي ما قد يظنه أنه نقمة أنه يبتاكل كتير قوي يبتاكل كتير قوي؟ ماشي بس بيجي منها روث 500 رطل ده يعني بيسمد بيعمل حاجات عجيبة طيب ها؟ 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 شوف بقى الربعمية واربعين رطل فيه بتاخده من الايه؟ من ورق الشجر وكل ده الربعمية واربعين لطل دي يعني كام؟ ربعمية واربعين رطل ده الفيل بيأكل كل يوم المتوسط ربعمية واربعين رطل يعني كام ده؟ كام؟ برافو عليك متين ايوه برافو عليك برافو عليك برافو عليك برافو عليك برافو عليك ها؟ طيب يبقى دي كاريون كاريون يعني أنكمل اهو شايفين؟ الرجل مش مقصر خاص برافو عليك ألفيل سبينتي تو ايدي يورس ايه ده؟ العمر تمام؟ طيب 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 سببين انت مده متوسط طبعا ممكن تكون أكثر من كده أقلي من كده فيها لأيه؟ تتحرك الزكور دايما تلاقي مع الوحدها تكون الذكر لوحده خالص أو مع بعض اصحابه الفيلة والناب والعاج طبعا لما قلت المحضرة دي ت短 struck a Given liberal بكل جوانب في الدنيا وهقول حتى في الشطرمج الشاعر قال لا اغلط الناس ولاسته تلعب بالشطرنج Tá 네가 لم تلاقل بالشطرنج بس معرفش انها ايه الفكرة بقا انه هو في اللعبة دي فده ان شاء الله يا بم حضرة تانية اهو الفيل في الفن في الفيل في الفن دي عامل زي لعبة في الكلام الفيل في الفن تمام الفيل بيتفنن والفيل اكنه بين الاهرام دي صورة تخيلية اشك ان ده كان حصل جايز يكون حصل في ناس بيقولوا ان الفيلة بنت الاهرام اه صديق بيخرف في الساعة لا دي طبعا اي كلام ملوش اي شاهد ما شفناش اي حفائر طلعت لنا فييلة حول الاهرام في منف منف منفس سقارة في الجيزة في دهشور في القاهرة مفيش فييلة جنب الهرام لكن هل هم كانوا مثلا بيبنوا بيها وقدسوها وحطوها في مكان او برجعوها بلدها بعد ما خلصوا الهرام تتخيل كما تشاء يا صورة اللتيزة نرجع بقى للواقع للواقع نتحرك للواقع فين الهرحت فين دي اللي كانت نكست طيب معرفش بقى انت اللي تقول لي انه اللي نكست مش عاوز افاود حاجة طيب هذه الحيوانات من اللي طلع علينا الفيل في هذا الحشد من حيوانات مصر القديمة دي بقى ما جاي بينها من دي من الحيوانات اللي هي استخدمها في الحروف في الكتابة موجودة في الكتابة فاشعي برافو عليك ها تالت طيب التالت صح هي فعلا في السطر التالت تالت تالت عرفت الاب دي برافو عليك ها تيجي شاية طيب اهو الفيل اهو يعني متقلق وجنبه الزرافة شايفين وجنبه برافو عليك طيب يتحرك الركب فليتحرك الركب الاول او ما يكاد يكون الاول ملك مينة لوحة نارمر وده اكنه فيل طبعا عارف المكتوب عنه سيربوبارد سيربوبارد سيربنت تعبان على نمر على لكن هو شكله فيل فانا عزو حطه كده يعني افتكره بيفكرني بالفيل بس مش اكتر مش بتدعي عليه اه يعني كنها زلومة طبعا ما قلتش ان ده فيل انا لقى ادعي عليه هو نفسه ما قالش لم يفصع عن نفسه لسه طيب هو طبعا كائن اسطوري ايلا اذا لقينا حفرية في يوم الايام وطلعت فيها كل ده قال لا لا ده يطلع ده فين ده دلوقتي هنشوف بقى كلام عن الفيل بجد او ما يتعلق بشأن الفيل حضره سهلة جدا مكانش فيه فيل كتير في مصر ولا ايه طيب من هذا الرجل لا هذا هو الملك بي بي واذا جلس الملك على هجر ست الست الست يبقى هو الملك لان كمان معناها الكرسي فهو قاعد على الكرسي هو ملك مش محتاجين هو لبس خلاص تمام نعم لا بي بي لقى بي بي مش بي بي وهو بي بي وده بيدل على الاسر اللي كان فيها بيه وهو بيه وهو اي وهو كل ده بي 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 حساسك بي الوروح الزمان كانت الاسمه بالشكل ده بيبي و تيتي اللهم ده هو أسرة الست صح كده؟ مزبوط شكرا جدا عشان بس أبدأ أتحرك بسرعة عشان ايه؟ فيه حكايات كتير عندنا النهاردة التليفونات دي كلها عندك صح؟ ده كمان كده عشان أبدأ أسكع حده يختفنا طيب في عصر الملك بيبي لما نمتشل الأربع ساعة مش حتى كده أكون بطيئة بس عسى أن يكون في خير في البطء ده نستوعب و نفكر أو فكرنا هذا الرجل هو حرخوف حرخوف محدش يخاف من حرخوف لا يخاف من حرخوف حرخوف هذا كان حاكم في الصعيد كان حاكم أسوان في عصر الملك بيبي وكان بيقوم بحملات بالنيابة عن الملك كان يروح يجيب حاجات جميلة جدا للملك وهدايا للملك لازم يبسط الملك عشان الملك يبقى راضي عنه فكان بيروح بيروح في موراء النوبة في النوبة نشوف ايه الكلام ده ورايح وهيجيب حاجات لها علاقة بالفيل اللي هي ايه العاج برافو مين اللي قال العاج طيب العاج يبقى لازم نجيب العاج 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 عليكم بالعاج اللي هو ايه ايفوري هنجوف بعد شوية نوصل انت تتحرك دلوح كده مش عاوز ارجع ايه ايه تقدم نتقدم تقدموا تقدموا نحن الان في مقبرة او بيت الابدية لحرخوف وده منقوش في الحجر تمام لحرخوف وحرخوف هذا بما انه رايح يعمل حملات زمان كان صعب السفر البعيد في مصر القديمة وفي الدول في العالم القديم كان صعب جدا تتروح تسافر وتعبر صحاري كده وممكن تموت ممكن يطلع عليك يطلع ايه في الصحر بيطلع ايه الديابة ها كلاب الضالة سود فيال الله فيالة ممكنش كل الفيالة طيبة كل الفيالة طيليوها طيب فالهم فانت ما تقدرش تتسافر سفر بعيد الا اذا كان وراك مؤسسة قوية هذه المؤسسة القوية هي مؤسسة الملك مؤسسة الفرعون الدولة المصرية فكانت بتدعمك فهذا الرجل هو حاكم السودان سودان حاكم النوبة حاكم اسوان من قبل الملك بيروح حملات فحملة من الحملات دايه جايب بيقول انا مش هقول الرسالة كلها طويلة وعايزالها محاضرة كاملة بتبقى جميلة طبعا لو قرناها حرف حرف او كلمة كلمة صورة صورة بيقول يا جلالة الملك نيسو بيتي نبتاوي لوردوفزاتولانز رب الارضين طبعا عارفين الدباجة الجميلة اللي حمي حفزنها ولازم نحفزها تاني لما يش حفزنها يقول له انا جايب لك كيت وكيت وكيت وجايب لك الجلود اللي مش عارف ايه وجايب لك الابينوس ابني كلمة مصرية قديمة وجايب العاج جايب العاج طبعا كويس انت جايب العاج منين العاج ده عاج الفيل يبقى يبقى اذا ذكر اللي ايه اللي ما يخص الفيل طيب كويس عشان كده ذكرت هذا القصة قصة لذيذة اي حد بيتكلم عن اي موضوع ليه علاقة بالقصة دي يروح جايب عشان يا قصة طريفة جدا ليه طريفة وكمان مش مشهور عشان العاج قوي بيقول له انا جايب لك قزم الناس يقول قزم هو قزم بيجمي دانسنج بيجمي اسمه دينيج المصري القديم بس الكلمة اللي جاء اردت في الرسالة دي اسمه دينيج جايب لك قزم قزم انا ديني قلتها قزم غلط جايب لك قزم بيرقص حاجة جميلة تتلي المالك عافين بيبي ده قاعد على الكرسي وهو طفل طفل ست سنين حاجة زي كده هو بيحكم لا عافين في ناس بيحكم حواليا بس طبعا الناس بيتوصلوا معه ده مالك مالك فيه دم المالك مالكي فالرسالة وصلت للمالك مبسوط جدا منشكح هيرد بنفسه على الحاكم حاكم ده راجل كبير ممكن يكون اربعين خمسين راجل يعني في تلاتين ببضل كبير ده سن كبير في مصر القديمة تلاتين ده سن كبير هيرد عليه تخيلوا بقى ان المالك هيرد على حاكم اسوان دي مش من عادة المالك اي حد صبي الودي اللي هيكتب لل لا ده المالك بنفسه هيكتب الرسالة ليه هو مبسوط جدا وبيقول له بقى بعد الدباجة انك تعرف حقا كيف تسرحك صدر المالك وانا مبسوط جدا منه وكل الحاجات التي جايبها دي حلو يعني بس انا مش مهتم بكل الكلام اللي انت جايبه ده ولا العاج ولا لابينوس ولا 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 انا عايزك تجيبلي الدينج الدينج ده هو هذا القزم اللي بيرقص وده اهم حاجة عندي فلما تنزل على البحر تنزل في السفينة عين حراس كده عشان ما يقعش في البحر شايفي شايفي الطفل بيفكر ازاي هو بيقول له عايزك تفتش انسبكت تن تايمز بص عشر مرات تشوف تن تايمز دي عدد سحر تن تايمز لو احنا نبص على كل مسؤول يبص كده عشر مرات ما احسنش مشاكل طيب فانسبكت تن تايمز عشان اللي حسن ايه خايف انه يقع ولو ولو هو ده بقى هو ده الدينك هو ده جاي في الرسالة فبيقول له ولو انت جبتلي الدينك ده هوت هذا القزم البرقص انا هكفأك زي اي حد مش زي مش عارف اقولها يعني هكفأك بطريقة عمر ما ملك كافئ بيها مسؤول في التاريخ وقد كان لان الرجل فعلا كوفئ وجات له الرسالة وجات له المقبرة بيت الابدية ونحتها فلما هنروح اسوان ونشوف المكان دلوقتي نحتها وكوفئ بهذا وبقيت الى الان ودينا بنقراها ودينا بنقراها في سائد عبد المنع مصاوي في سنة الفين وخمستاشر كان الرجل ذكرى عاش كما كان يتمنى ونجح في المهمة بتاعته وجاب مش بس العاج وانما جاب هذا ال دانسنج اهو ايسا انا نقراها بقى بدا من رسالة موجودة انا قدت مش نقراها ايه بقى بينا اوضح من التانية قلوا 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 بها القزم ده تمام جميل وبعدين انتو بتتكلم عن العاج ولا عن الفيل لو بتتكلم عن الفيل اهو كلمة يا ابو بالمصر القديم تديك معنى الفيل وتديك معنى العاج يا ابو يا ابو وتفتكرها ابن ابو صح؟ واللي جابه اهو انا رأى باليمين ولا الشمال كده اهو الشمال صح؟ عشان مواجه الفيل لازم لازم الفيل لو يبصص لي ابو السيلو ولا يضربني يعني ما احترمه شوية هو الفيل بيبصلي يبقى انواجه صح؟ هلقال لي يعني يحش ان انا مش خايف فيوقف نقف كده ونقرى بعد فهو هنقرى كده البيه دية الرجل وفاكرين ده ايه؟ في عرق السمان يا ابو وبعدين المخصص انا عدتها كذا مرة هي الكلمة بتكذبش كده بس انا ايه؟ جاي بطرق كتيرة ازاي المصري رسمها يا ابو ده الفيل او عاج الفيل اهو هنا اهو ده كده تمام؟ نابو كمان طريقة وده رقمها في التصنيف الفيل الفيل في النقش والايفوري العاج ايفوري افوريو ايطالي يلا عاج كده عوجنا على العاج وعوجنا على نوبية النوبة بلاد الزهب ربما كانت بلاد الزهب ورايحين فين؟ ده ايه بقى؟ اه؟ فين؟ ايوه صح؟ فين يعني؟ اه؟ اقربنا احنا رحين فعلا على هناك ايوه اه؟ اقولي برافو عليكي انت تسيبك كتاب ها؟ الجندل الاول الشلال الاول فرست كاتاراكت كاتاراكت عارف كاتاراكت؟ كاتا يعني بيسقط كده كاتاراكت اللي هو ايه؟ كاسكيد كاتاراكت فرست كاتاراكت استنى احنا دي اللي بعدها؟ طيب اطلقوا اثنين خلناها الصورة شايف نوص على صورة طيب اوت كروبس اف جرانيت الجرانيت ده هو الحجر الشديد البركاني الناري فايري فايري روك ده اللي بيعوق تحرك المية وما تدرش تتحرك تدرش تتعمل ملاحة مفيش ملاحة فاسموه شلال شلال عظيم الشلل اذا بيشلل بيشلل حركة بيقولك ايه حصل مش عارف حادثة كزا حصل مش عارف ايه؟ وشلت حركة شلت اه؟ شلال ده بقى شلال قاعد متخصص شلال نجار جراح صح كده؟ مش كده شلال 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 فده الشلال الاول وده من منظور المصري خلي بالكم ان الشلالات ديت جاية من ورا يعني ايه؟ جاية من الصعيد جاية من فوق جاية من برا مصر وده بدأ نعد يعني او انت من منظور تاني المنظور الصح الصح بقى شفت بالصح انا بقول كده ازاي؟ النفروض تعدي بالعكس لكن شوف المصري بقى بقوته الشلالات دي محسوبة من عندنا بتعدي من جوى مصر البر بقى سيطرة فده الشلال الاول وده الصورة بقى نادرة خلاص الحاجات دي انتهت مش كده؟ مش فيه سد عالي اليفانتين اليفانتين يقولوا ما فيش كاول ما قلتها من المحاضرة دي المصريين يقولوا لي فيش فيها لما شفناش في النقوش احنا شفنا شوية في النقوش تابوا فيه كمان اليفانتين ولا اليفانتين ها؟ هو ده غيره بس تبقى جميع نعم ايوه هي موجودة في اسوان احنا رحين عليها هو اليفانتين مشتقة من الفيل اليفانتين ايه اندي؟ انها النسبة النسبة يعني التي توحي بالفيل التي شأنها شأن الفيل اللي فيها لعقة بالفيل ايه العلاقة دي؟ تعالوا نشوف الله ايه ده؟ فقلتوا اجوجلوا الشيء جوجلة بدل ما اجيب صورة احد كسلان ومستعجل اهوة الفيل هنجد ان الصخور الجرانيتية شكلها شكل الفيل فاكرين كلمة فيل لو صدقنا هذا الاشتقاق اليوناني بانها فانتاستيك القوس الهائل الجميل الفانتاستيك الرائع اهو الأقواس اللي على الحجارة دي مش محتاجين نقول الكلام دا يعني اي حد راح هناك قال الله ايه الفيل اللي دي كانوا بينحطوها المصريين ولا هي تنحدت كده ايه العبقرية دي؟ الجميل ان ده المكان اللي كان فيه فعلا يعني المنطقة اللي بتنقل لنا العاجوا جايبيننا الفيل لو جايبيننا مش عارف ايه وكمان ماتخد شكل الفيل فسر التسمية ايه؟ والله سر التسمية واضح ان فيها شكل الفيل وسر التسمية ان كمان كان العاج بيجي من هناك طيب حلو جدا لو طلعت كده بالسماء هتجد انها برضو عاملة نبص بقى منظر من علو كده من فوق انها تبدو عاملة ايه جميل جدا اذا بجنب دايما سام قال انه جنبها عندنا ايه؟ مسوان مش كبيرة وجنبنا جزيرة ايه؟ جزيرة الا احمد شوقي لما شاف اثارها الجميلة تغرق غريقة يغرق تغرق فقال ايه؟ اه دي بقى اللي اسمها فقال عليها ايه؟ اما انا بقولت مش تيه بس او كلهم جنب بعض يعني اللي يروح هناك هشوف كل حاجة تخد فلوكايا كده من المشرق الى المغرب وشوف كل شيء وقال ايه؟ وكان بيخاطب رئيس امريكا عشان يعجل من انقاذ اثار مصر فقال ايها المنتحي ايه المنتحي؟ بينوح والله؟ منتحي يعني نازل انتحاء انتحاء فاكرين الانتحاء الضوي فكان ماخده في المدرسة انتحاء ياخد جانب كده يروح هناك المنتحي اللي نازل او يو هو ريزايد ابايد ستاي او يو هو هور ستايين نازل نازل فين؟ ايها المنتحي باسوان دارة دارة كثرية تريد ان تنقضى اخلعن على واخفض الطرف واخشع لا تحاول من آية الدهر غضة قف بتلك القصور في اليم غرقة ممسكا بعضها من الزعر بعضة كعزارة اخفين في الماء بضة سابحات به وابدين بضة مشرفات على الزوال وكانت مشرفات على الكواكب نهضة شابة من حولها الزمان وشابة وشباب الفنون ما زال غضة رب نقش كأنما نفض الصانع منه اليدين بالامس نفضة ودهان كلامع الزيت مرت أعصر بالسراج والزيت وضة وضحايا تكاد تمشي وتسعى لو أصابت من قدرة الله نبضة صنعة تدهش العقولة وفن كان إتقانه على القوم فرضة يا قصورا نظرتها وهي تقضي فسكبت الدموع والحق يقضى أنت سطر ومجد مصر كتاب كيف سامل بلا كتابك فضة وأنا المحتفي بتاريخ مصر من يصن مجد قومه صان عرضا شوقي شوقي الأثر شوقي أمير الشعراء قد أتيت مبايعا وهذه وفول الشرق قد باعت معي نحن الآن عند أسوان الجميلة نأتسي بال وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك وجه التأسي أعد ذكر مصر إن قلبي مولع بذكر مصر وملي أن ترى مقلتي مصر وكرر على سمع أحاديثني لها فقد ردت الأمواج سائله نهر أهيه شايفين الفيلة؟ الفيلة الحجرية الأفيال والنقوش مين الملك ده؟ الفد الفد مين ده؟ الديارة ها؟ يلا والله المرة الجاية يلا كم يلا لا ناكسد بليز اوكي سكاريون كاريون أقول لكم يا جميلة جداً هنطلع في السعيد كمان شوية ها؟ نعم هنطلع في السعيد كمان أصل الحضارة في صعيدك ثابت ونباتها حسن عليك مخلق وهنشوف The longest kiss in history أطول قبلة في التاريخ كما قال الشاعر هي فين؟ من يقول The longest kiss in history ها؟ أسوان؟ لا مانا كنت أسف أسوان هنطلعت فوق تاني ها؟ ها؟ ما هي كلها دي قلها نوبة نوبة كبيرة في أبر نوبية لور نوبية من النوبية ورور نوبية ها؟ حسنا؟ الخرطوم 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 كلمة الخرطوم الأنف ده أو طبعاً ده اشتقاق برضه ممكن واحد يختلف ويقول لا ده يصد بها حاجة تانية صح؟ بس أنا عارفين الخرطوم له أنف خرطوم الفيل ثابت عندنا ممكن نختلف ونقول لا ده مشتقة من كلمة مصرية قديمة ومش عارف ايه لكن في ملمح هنا أن الخرطوم وحين يلتقي النيل الأزرق والنيل الأبيض يجي عندنا The longest kiss in history وهي الخرطوم ده الالتقاء عمل لنا منظر خرطوم الفيل فيعني والشيء وبالشيء يذكر وتداعي المعاني وتداعي المعاني فإذا ما رجعت إلى الوروة في الزمان الماضي عندي الديبلوماسي وين لايف ديبنز عن ديبلوماسي نشوف هالودي ده ورجعت إلى عمارنا رسائل الايه؟ العمارنا العمارنا عمارنا ايتي نيري سابن وهذه المرأة التي كانت تبحث عن حاجة تسمت بيها الأرض وبعدين ما لقيتش وإنما لقيت كتابات منقوشات محفورات مخربشات معرفات وجمعت بعضها وتلعت إنها ديبلوماسي رسائل ديبلوماسية مراسلات بين الملوك ملوك نعم ملوك هذه رسائل رسائل ايه حكاية الرسائل دي؟ كتير عنها عن الدهب وحاجة كمان قيمة تانية معرفش هل كانت بقيمة الدهب ولكن ورد ذكروا العاج في هذه الرسائل هارجع بيكم بقى ورا كمان مش بس ورا يعني فوق في الصعيد وإنما ورا قبل التاريخ مين ده؟ يبقى أنا مش هارجع ورا التاريخ لسه ورا التاريخ أنا واقف قدام التاريخ فين التاريخ دلوقتي؟ نشأ النيلي إليكم سيرة لكم وفيها عظات وعبر يقرؤوها يكشف العصر لكم كل عصر برجال وسير وسيدات كمان ففي حات شبسوت فين الحات؟ طيب فين الحات هنا؟ من يعرف مكان الحات؟ الساعة كم دلوقتي؟ الحات فينها؟ الأساد تمام، حات، حات شبسوت حات شبسوت لك يا حات شبسوت في الصخر خير ومنحوتي أي، آه حات شبسوت هذه السيدة العظيمة؟ نا، أسكت؟ آه، وأنا أفلح نا، أسكت؟ نا، أسكت؟ نا، أسكت؟ أسكت؟ حات شبسوت؟ هذه السيدة الجميلة أو على الأقل جميلة من تمثلها هذه المرأة العجيبة التي حكمت مصر وحكمت مصر في أوج مجدها هذه السيدة اللي أنا لما بشوف معبدها أجمل معابد مصر في إيه اللي بقوله ده مش عارف أتكلم من مره هذا المعبد اللي هو أجمل معابد مصر ويشوف أنه هو مش مهيمن على الجبال وإنما هو يعني تحتضنه الجبال The very feminine way of doing things هذا المعبد الجميل حد شابسود كانت رائدة في أمور كثيرة النهاردة مش أتكلم عن حد شابسود ولكن يبدو بل منها ثابت أنها عملت لنا أول ما بص على المعبد دايما أكنه سي في بالنسبة لي عشان كده جايب صور لقطات كلمة كتير الواحد لما بيجي يعمل سي في بقى إيه يعملها مرة إيه أعمل سي في أنا مترجم فأعمل إيه سي في بتاعتي كمترجم وإيه سي في كمحاضر وأعمل سي في كجايد وأعمل سي في إن أنا بقى أعمل إيه أعمل سي في حاجات كتير فبأعمل كذا لقطة كده فدي سي في الملكة أحد شابسود ولها لقطات كتير من حياتها وهي تتألق في الدولة الحديثة حديثة كلها كانت كل الوقت كان حديثة بس تقسيمها كده هذه المرأة بدأت لنا أول حديقة حيوان في التاريخ أول حديقة في التاريخ وربما كان الفيل بين هذه الحيوانات التي استدعتها السيدة العظيمة هاتشابسود هل في شاهد؟ لا مفيش بس في حديقة حيوان فلازم أتفقد الحديقة وأشوف فين الفيل فيهم الأيام نشوف تنسوش إن الفيل جاه في مقبرة هو جاه في المقبرة؟ لا جاهت المقبرة اللي جابت لنا ذكر الفيل في عصر عصر الملكة أحد شابسود وعصر تحوتموس ما هو جمع صحة أو لا نحن رايحين على بلاد بونت بصحبة الملكة بأمر الملكة هاتشابسود بلاد بونت ربما كانت جنوب على البحر يلا هنكمل رايحين في حملة مش عسكرية حملة عشان نجيب حاجات مهمة لمصر في نجيب البخور بنحب إحنا المكان يكون رحته جميلة ننطلق تحركوا يلا هاتشابسود مستنياكم على حرة من الجمر أحركوا الحملة البحرية راحين على البحر الأحمر والأسماك اللي تدل على البحر الأحمر بننطلق بتوقفوش يعني we're lagging behind carry on go ahead we're late go forward don't be late الله أهي بعض المنقشات carvings splendid carvings وبيتقول هنا ايه؟ دي طبعا علامة جديدة بس تقول this tree was ايه؟ brought the expedition owned by هاتشابسود expedition طيب يعني الشجرة دي جات فعلا في الحملة مش أشجار بس كد في أكتر من كده لما نيجي نقرأ التاريخ a history of zoos مش احنا اللي حطنا هدي ايجيب تسكوين هاتشابسود build the first zoo it includes african animals like lions monkeys and even giraffes مش فيش الفيل هندور علي يال هنكمل إحنا دلوقتي في الدولة اللي اسمها الحديثة دي لما نيجي نقسم التاريخ يعني 1500 قبل الميلاد وانت طالع وفي كاتشا الاليفانتي تعلمي طالي اليمن دول لازم يبقى معايا اللي طالي في كل حتة وكاتشا بيفيد مطاردة للأفيال مين اللي قاعد يطارد الأفيال ملوك مصر العظام وعايزين يجيبه بدل العظام النياب عايزين يجيبه العاج العاج منهم هذا الملك العظيم الملك مين رمسيس لا مش رمسيس انت حافز كل حاجة دول انت حافز كل حاجة هو فعلا مكتوب مين يقدر يقرى دي مكتوب مكتوب فين هو مكتوب هنا بس مش مكتوب بذبط حتموس مكتوب من خبراع طيب طيب الملك تحتموس كان بيطاردوا مش هو بس يعني باسم انا بحب حتموس جدا ومخصرش ولا حملة حربية وكمان عمل لنا يمكن اول حديقة نبتات فكان في منافسة بينه وبين حد شبسود فرس زو فرس بوتانيكال جاردن وانا شاء الله بعمل حديقة نبتات هتكون شاء الله واحدة من 7 عبارات في العالم انا اسمتكم بس ايضا انا اسمتهم تي ثري الملك تحنت الثالث شفت دي تحنت 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 مضحة الملك تحنت الثالث ومسئله مرشد بيولولو ايه؟ امتا؟ مش مرشد يعني واحد بيداحك فبيسئله وحد الملك مات ازاي؟ قالولو مات اثناء التحنيط طيب فلو مات من أول مرة في التحنيط يبقى ملك تحنط الأول لو مات في المرة التحنيط الثاني مع ملك تحنط الثاني لو مات في التحنيط الثالث يبقى مع ملك تحنط الثالث دفت بقى العلم طيب لكن أنا بحب الملك تحوتمس فعلا وهو القائل The capture of Megiddo is the capture of a thousand city لفتح مدينة مجدو كفتح ألف مدينة كلمة كده It's ghost proverbial يعني تجري مجرى المثل فهو يقول أن فتح المدينة مجدو كان مهم أنا عملتها كده زي الشعر شوية فقال الملك إن تجده تجد المجد في مجده جاء العدى فاستعده درعا لردعه أعده قلب العدى مستبده له بخبالكم وده من يعصني أنا ضده ليه طيب هذه الأفيال أهم بيطردوا الأفيال بيطردوا الأفيال ما كانواش بيطردوها في مصر ده إحنا كنا إمبراطورية وكان بنروح في سوريا ونروح فين وفين ونجيب لإيه يعني لكن من ضمن الهدايا وميوتشوال جيفت جامين من ضمن الهدايا اللي كانت بتيجي للملك واللي كانوا يستقبلها الملك مش هيضيع وقت الدولة المصرية هيروح يستقبل الهدايا بنفسه مش هيضع وقت يعني إحنا ما عندناش وقت فيه وزراء بيستخصصوا بالحاجات دي وفيه دبلوماسيين وفيه سوفرة فيه هنا مقبرة رخ مراعا لها توم تي تي 100 نروح فيه إيه ودي النبلاء من راح ودي النبلاء برابا عليك شفت ودي النبلاء فلما دروحي ودي النبلاء هتجدي هذا النبيل رخ مراعا اللي هو كان متألق قوي وبيقول إن الملك قال لي اعمل كيت وكيت وكيت وبعدين في النهاء هو ما كانش بيعمل حاجة ويبدو إن يعني إيه اتطرد من الشغلة بتاعته سكان بيغطي بالكلام ده بيقول إن الملك قال له اعمل كيت وكيت وإنه هو يعني بينفذ العدل يقل أقام العدل أقام العدل طيب أول فيه في مقبرة رخ مراعا المقبرة دي جميلة جدا اللي روحها لازم يعني يقضي فيها وقت كتير أو يقر عنها كتير صحيح وتشوهت كتير للأسف لإن الوزير يبدو إنه كان بيعمل حاجة غلط وبس كتب إنه بيعمل كل حاجة كويسة لكن ما كانش بيعمل كل حاجة كويسة فيعني فالطرد وراحت عنه النعمة وإذا كنت في نعمة تنفرعها فإن النعمة إذا ذهبت قل ما تعود فهو اتطرد فبسبب كده شوهت مقبرةه كتير بس هي مقبرة جميلة رائعة موسوعية كل حاجة ترجع لها عايز تدور على الزرافة تعال إلى مقبرة رخ مراعا عايز تشوف الزرافة هناك الفيل هتشوف الدهب كل حاجات كتير قوي في رخ مراعا ورخ مراعا رخ دايز يعني يعرف رخ مراعا الذي يعرف معرفة الشمس كأنه حد أوتي العلم آهو الفيل ما نعرفش هوية هذا الفيل هتجد مقالات كتير ومجلة نيتشر كاتبين عن الفيل ده الفيل صغير فيه الهندي فيه المش هندي مصري أفريقي مش عارف إيه كلام كتير هذا مخاضر التاني إن شاء الله فيه الرخ مراعا طيب اهو صورة تفصيلية نادرة مش نادرة ولا حاجة ما نروح نشوفه نتمنى يكون لسه في مكانه هناك ومحدش عبس بهذه المقبرة الجميلة للأسف فيه ناس عايشة هناك جنب المقبرة دية ما بيشوفهاش يعني ابن الغفير ساعات ما بيشوفهاش المرة كنت بعمل رحلة هناك وابن الغفير أبو ما بيخلهش يشوف المقبرة قلت له ازاي يعني لازم يشوفه ده أهل المكان أولى مننا فقلت له ده الراجل ده معايا هيبقى مرشد مهم جدا فيهم الأيام وأو عالم أثار وخلت ودخلت وكان أول مرة يشوفه الراجل كان مهتم ولد صغير لازم الناس يشوف الأماكن اللي عيشة فيها مدينة الصقر مدينة الصقر أو نخن والبحث فيها تخن كتير وعمل حاجات شغل كتير ماشي It's not my typical body language بس النهاردة بحرك الباوربوينت بمساعدة صديقي بعمل كده إحنا اللي فاتنا وهي من بعض ما عثرنا عليه في حاجة فاتتني ما قلتهاش من The director of the excavation هناك نشوف لقينا إيه حاجة جميلة جدا إيه اللي لقناه في له طيب وهنلاقي كمان حفرية لفيل أهو حفرية بس ده بقى قبل الأسرات قبل التاريخ قبل الأسرات العدواني الكبيرة بحب الودان الكبيرة طبعاً زي ولداني كده كانت زمان يقولوا يودين فيل صح؟ هو بيستخدمها في حاجات كتير ويسمع كويس ويقدر الهواء هذا الحرف هذا الحرف هذا بقى برا مصر الهواء 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 ما نقول كده الهواء مثل الهواء الهواء هذا موضوع شغلت عنه الهواء لها محاكاة في الطبيعة بايو ممكن اكون كده انك بتحاكي وتتعلم من حياة الافيال انك تطور حياتك وآلاتك طبعا ده يعني يسري على كل الحيوان والنمل ونتعلم ازاي نشبك شبكات الانترنت من النمل وصورم انتليجنس اكتشفت انه بقى حاجة تانية لوحدها وكده هل فينه ازحته كده اللي لوزحته واندينا قصص تانية انما جبت بما ان احنا متكلم عن الفيل وفي حاجة كتير موجودة كتبهن العالم المصري القديم مش قديم اوي وانما هو الديميري يعني الديميري من مصر مش كده حد راح الديميري بس حده دي في مصر على فكرة طيب واذا الديميري كان معاصر للمقريز كان بيحضر له وكان بيدرس في الازهر طبعا انا هقرأ عن الفيل من كتاب الديميري من كتاب ايه؟ حياة الحيوان الكبرى بيقول ايه الفيل معروف يا سلام استفدنا كتير معروف يعني ما خلاص معروف بقى رواحه بقى خلاص الفيله معروف وجمعوه افيال وفيول مش فلول وجمعوه افيال وفيول وفيلة وبعدين كنيته العرب تحب الكنية اوي لكل حاجة كنية الاسد ايه؟ كتير ها؟ ابو ابو لا مش كنيا يبقى فيه ابو ام ابو اه ابو الاشبال بالزبط كتير فكنية الفيل ابو الحجاج وابو الحرمان وابو كلثوم وابو مزاحم والفيلة ام شبل تمام؟ خلاص كفية الجزء ده الهند خش في الهند بقى الهند تعظمه لما اجتمل عليه من الخصال المحمودة من علو سمكه وعظم صورته وبديع منظره وطول خرطومه وساعة اذنيه وخفة وطئه فانه ربما مر بالانسان فلا يشعر به لحسن خطوه واستقامته ويطول عمره فقد حكى ارستو ان فيلا ظهر ان عمره اربعمائة سنة ما عرفش دي حقيقه ولا لا وبيروي رواية هل تتفق مع العلم ولا لا طيب وذكر القزويني في الحلية في ترجمة ابي عبد الله القلانسي انه ركب البحر يعني ركب سفينة في البحر في بعض سياحاته سياحة فعصفت عليهم الريح فتعرض اهل السفينة الى الله تعالى فتضرع اهل السفينة الى الله تعالى ونظروا النذورين نجاهم الله تعالى وقالحوا على عبد الله قالوا انت زينا يعني اقول برضو دعوة كده فاجر الله على لسانه ان قال ان خلصني الله تعالى مما انا فيه لا اكل لحم الفيل ايه يعني كلامنا فانكسرت السفينة طيب انكسرت وانجاه الله تعالى وجماعة من اهلها الى الساحل فقاموا به اياما من غير ذات مفيش اكل ولا حاجة يكلوها حتة معزولة فبينما هم كذلك اذا هم بفيل صغير فزبحوا واكلوا لحمة سوى ابي عبد الله فلم يأكل منه وفاء بالعهد الذي كان منه الرجل قال الكلمة ووفى بها قال فلما نام فلما نام القوم جاءت ام الفيل ام ذلك الفيل تتبع اثره وتشم الرائحة فكل من وجدت منه رائحة لحمة داسته بيديها ورجليها الى ان تقتله قال فقتلت الجميع ثم اتت اليه فلم تجد مني رائحة اللح فاشارت اليه ان اركبها فركبتها فصارت بي سيرا شديدا الليل كله ثم اصبحت في ارض ذات حرص وزرع فاشارت اليه ان انزل فنزلت عن ظهرها فحملني اولئك القوم الى ملكهم فسألني ترجمانه فاخبرته بالقصة فقال لي ان الفيلة ان الفيلة قد صارت بك في هذه الليلة مسيرة ثمانية ايام قال فلبست عندهم الى ان حملت ورجعت الى اهلي فالفيل بيفتكر واللي هيصب حدي من ولاده يعني وعيته مش تمام ويكاريون مع اسم الدميري مع الدميري ساعرج سريعا في بقى طبعا احكيلكوا قصة الابراها دلوقتي هاختم بيها في في الامثال طريفة جدا العرب ليهم امثال عن الحيوان فنجد ايه سمعت ابو عاصم يقول وقالوا اثقل من فيل قال الشعر انت يا هذا سقيل وسقيل وسقيل انت في المنظر انسان وفي الميزاني فيل وقالت العرب اكل اكل من فيل يعني حدي بيأكل اكتر من فيل اكل من فيل واشد من فيل واعجب من خلق فيل وده كل العجب بحاجات كتير قوي بقى نرجع ان شاء الله هاختم بقصة ابرها اصدنا شوف كلا اندين عين كاريوان خليه اصدنا شوف كلا السمين اخضر امثال اصدنا شوف كلا دعها اصدنا شوف كلا اشتركوا في القناة عارفين كان على رأس الحبشة وكان على رأس اليمن رجل اسمه أبرها والرجل ده كان زعلان جدا ان كل الناس او الناس وقتها او العرب كان بيحجوا في مكة فاضغاز جدا فبنى بيت جميل وقال لازم كله يحج اليه بدل مكة بدل الكعبة فما حد يسرح له فقال لازم اهدم الكعبة وراح فعلا على رأس جيش كبير وراح على الكعبة وثم رايحين العرب عايزين يدفعوا يعني فشافوا ان ده جيش ملهمش قبل بيه ولكن في يعني في الاثناء ده هيت خد الجيش جيش أبرها خد بعض القبل لمين لأبو طالب فلما دخل أبو طالب على أبرها ايه اللي جرى؟ أبو طالب منظر مهيب جميل شخص وسيم عليه الكارزمة دي فيعني اكبره جلسه جنبه أبرها فقال له يعني سهل ما شئت او تصرف يعني فقال له كلمه في القبل استعجب ايه ده؟ فكرتك هتقول لي ما دهدمش الكعبة قال له أنا كنت أكبرتك دلوقتي أنا يعني غيرت رأيي فقال له أنا رب القبل من البيت رب يحميه وراحوا وأبو طالب دعا لا هم إن العبد يمنع رحله فمنع رحالك إلى آخر وأرسل الله الطير مسومة معلمة ونزلت على الجيش على جيش أبرها وقتلتهم جميعا وده كان عام ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام فأنا رب الإبل دا اللي قاله وكاريون والمكان اللي بناه كان اسمه القليس دا من العلو زي القلنسوة كده وقد هد قدما عرش بالقيسة هدهدو وخرب حفر الفأر سدا لمأريبي إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق في غير واجبي فبين اختلاف الليل والصبح معرك يكر علينا جيشه بالعجائب وأشكركم وإلى حلقة قادمة بإذن الله شكرا 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 شكرا